السلام عليكم النهاردة هنشرح ازاي تعمل بوت للاب سوني اللاب سوني من انضف اللابات بعد الابل واغلاه وارخمها في البوت عشان نعمل بوت لللاب السوني لازم اللاب يكون مطفي واللاب مطفي فيه زرار اسمه assist مكتوب عليه باللحظة اول منضغط عليه اللاب بيقيد هنا بيقولك انت دخلت على الشاشة دي علشان انت ضغط على زرار ال assist لو انت محتاج تخش على ويندوز ممكن تضغط escape او لو انت محتاج تدفي الجهاز ممكن تضغط F4 او تدتك على زرار power button لو انت واخد backup وعايز تعمل recovery للسيستم ممكن تضغط على F10 لو انت عندك نسخة على فلاشة وعايز تعمل بوت USB هتضغط F11 لو انت عايز تعمل بوت من ال network او الشبكة هتضغط F12 لو انت عايز تخش على ال BIOS setup هتضغط F2 وزي ما قلنا في الاول لو عايز تضغط في الجهاز F4 تخش على Windows escape لو عايز تختار اللغة واللغة هنا انت مش فهمها ممكن تضغط F1 في حالتنا هنا هنجرب حاجتين هنجرب نبوت من فلاشة USB عليها Windows 10 هنجرب نخش على ال BIOS setup ونعدل فيها شوية تعدلات اول حاجة هنضغط الفلاشة في مكان USB الشمال الفلاشة دي انا حطت عليها Windows 10 زي ما قلنا هنا عشان نبوت على USB هننتك F11 وزي ما بيقول لي اضغط اي بوتن عشان تبوت على USB بعدها يخش في الحالة التانية احنا هنضغط على زرار assistant ونضغط على F2 عشان نخش على ال BIOS setup طبعا لازم يكون الجهاز مطفي هنضغط على زرار ال assist عشان نخش على ال BIOS setup هنضغط على F2 اداني شاشة بتاعة ال BIOS setup هنضغط على Advanced هنضغط على الاختيار ده اعمله Enable هنضغط على ال boot menu اخليها Legacy هنضغط على اكسترنال device boot اخليها Enable واقول له Save Change ونضغط على اكسترن ونضغط على اكسترن ونضغط على اكسترن وبكده تقدر تخش على ال boot menu وتستطق Windows من الفلاشة اعمل سبسكرايب وضغط لايك لو الفيديو عجبك وما تخليش المعلومة تقف عندك واعمل شير للفيديو